رسميا جدول مباريات منتخب السعودية في كأس أمم أسيا قطر 2024 الموعد التوقيت الملعب المستضيف كل تفاصيل مباريات منتخب السعودية الأول في كأس أمم أسيا القادمة السلام عليكم ورحمة الله كأس أمم أسيا ستقام في قطر في الفترة من 12 يناير 2024 وحتى 10 فبراير 2024 بمشاركة 24 منتخب منهم 10 منتخبات عربية تم تقسمهم إلى 6 مجموعات كل مجموعة متكونة من 4 منتخبات نظام التأهل ونظام البطولة كل مجموعة سيتأهل منها المنتخب الأول والمتخب الثاني في المركز الأول والمركز الثاني يبقى معنا 12 منتخب يذهبوا إلى دور الستاشر هنحتاج أربع منتخبات من أفضل المنتخبات المتواجدة في المركز الثالث لنكمل 16 منتخب يلعبوا دور الستاشر لبطولة كأس أمم أسيا القادمة بإذن الله الملاعب المستضيفة للبطولة استاد الجنوب استاد البيت استاد السمامة واستاد أحمد بن علي استاد المدينة التعليمية استاد خليفة الدولي استاد جاسم بن حمد واستاد عبدالله بن خليفة منهم 6 ملاعب أو 6 استادات كانوا موجودين في كأس العالم قطر 2022 القرعة أصفرت عن وجود 6 مجموعات المجموعة الأولى فيها قطر والصين ولبنان والتجاجستان المجموعة الثانية فيها أستراليا وأسباكستان والسوريا والهند المجموعة الثالثة موجود فيها إيران والإمارات وفلسطين وهونج وكونج المجموعة الرابعة موجود فيها اليابان والعراق وفيتنام وإندونيسيا المجموعة الخامسة فيها كوريا والأردن والبحرين وماليزيا المجموعة السادسة فيها السعودية وعمان وكرغستان وطايلاند بالتوفيق إن شاء الله لعشر منتخبات عربية أما بالنسبة لجدول مباريات منتخب السعودية السعودية متواجدة في المجموعة السادسة والأخيرة رفقة كل من عمان وكرغستان وطايلاند أول مباراة للمنتخب السعودي في الجولة الأولى هتكون ضد منتخب عمان الشقيق طبعا يوم السلساء 16 يناير 2024 16-1-2024 الساعة 8.5 مساء على استاد خليفة الدولي أما الجولة الثانية أو الجولة الثانية هتكون ضد كرغستان السعودية ضد كرغستان يوم 21 يناير 2024 يوم الأحد 21-1-2024 على استاد البيت الساعة 8.5 مساء والجولة الثالثة والأخيرة منتخب السعودية يلاقي منتخب طايلاند في الجولة الأخيرة يوم الخميس 25 يناير 2024 على استاد المدينة التعليمية الساعة 6 مساء ده بالنسبة لجدول مباريات منتخب السعودية نتمنى له التوفيق وأيضا كل المنتخبات العربية السعودية هتبتدي في الجولة الأولى ضد عمان في الجولة الثانية ضد كرغستان وفي الجولة الأخيرة والثالثة ضد طايلاند توقعاتكم لمباريات المنتخب السعودي وهل سيصعد إن شاء الله في المركز الأول أو المركز الثاني طبعا عايزين من المجموعة دي أتأهل منتخب السعودية ومنتخب عمان بإذن الله إلى دور الستاشر اكتب توقعاتك في التعليقات اعمل لنا لايك للفيديو اشتراك في القناة اعمل سبسكرايب للقناة عشان تتابع معنا كل صغيرة وكبيرة عن كأس أمم أسيا قطر 2024 ان شاء الله معنا تقطية مستمرة لكل صغيرة وكبيرة في هذه البطولة في قناتنا قناة كريم الانداوي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته